هل هذه هي سياسة الحزب الحاكم الحالي فقط أم أنها استراتيجية هندية على مستوى الدولة بشكل عام؟ نعم يقول بعض العلماء أن هذه السياسة مدبرة منذ خروج الإنجليز أو بعد خروج الاستعمار البريطاني بمدة هذه الخطة يعملون عليها ليلة نهارة منذ تقريبا أكثر من تسعين عام أو قرابة مئة سنة وفي هذا الوقت نجحوا في الوصول إلى الحكم بقبة واستيلاء على المحاكم حتى على المحاكم أيضا أحيانا نجد أن بعض القرارات من المحكمة العليا صدرت في هذه الآوينة الأخيرة بعض القرارات يتحير منه الناس وكذلك في المحاكم السفلة مثلا يهدم بيت فلان لا يأتي أي قرار من المحكمة ومع ذلك يهدم وأحيانا يكون قرار المحكمة ضد العدل وضد المساوات يشعر به كثير من الناس حتى بعض المنصفون من غير المسلمين هم أيضا يقولون ذلك ويعبرون عن مشاعرهم وعواطفهم مع هذه المشاكل كلها الموجودة على الساحة نجد أن الكثير حتى الآن من غير المسلمين يتعاطفون مع المسلمين وحتى الآن يعني يوجد بعض معاني الاحتفاظ بالحرية وبالعدالة وبمعاني الديمقراطية الحمد لله يعني موجودة من بعض غير المسلمين اشتركوا في القناة